نعود مرة جديدة لمراسلنا زميل خالد الشقير من مارسيليا بفرنسا عذرا للمقاطعة خالد ولكن دائما نحب أن نحدث المواطنين بآخر الأخبار كنت تتحدث عن المؤتمر الصحفي الذي انتهى منذ قليل وتضمن الإجراءات الخاصة بعودة الحياة إلى طبيعتها في فرنسا نريد أن نتحول للقطاع الصناعي تحديدا قطاع السيارات ما الجديد في هذا الشأن وحدثنا أكثر عما يتداول بشأن خطط الإنقاذ الخاصة بقطاع السيارات كما استهمت الدولة الفرنسية ودعمت قطاع السياحة وخطوط السيران الفرنسي ب7 مليارات ها هي في هذه المرة تحاول إنقاذ قطاع السياحة والطائرات هذه المرة تحاول إنقاذ قطاع السيارات وشركة رونو على وجه التحديد من المعروف في دينا أن قبل فيروس كورونا كانت نيسان ورونو منذ أن فر رئيسها أو تعرض رئيسها كارلوس غوصن الفرنسي من أصل لبناني للتحقيق من قبل اليابان وهروبه وهي تعاني من الكثير من المشاكل إلا أن المشاكل زادت ومع ركود وعدم بيع السيارات في فرنسا وصلت إلى 89% انتفاض ولهذا دعم الرئيس ماكرون هذا القطاع للحفاظ على العاملين في هذا القطاع وعدم غلق ثلاث مصانع من مصانع رونو في فرنسا وهذا الدعم هو 8 مليار الجديد في الأمر دينا أن 8 مليار لن يذهبوا مباشرة إلى شركة رونو ولكن سيتم دفعهم ودعمهم إلى الشركات الفرنسية التي تعمل في إطار شراء سيارات للحفاظ على البيئة منها السيارات الكهربائية هذه المساعدات تكون من بين 2000 يورو للشركة حتى 4000 وأيضا للأفراد الذين يقومون بشراء 200 ألف سيارة من 5000 إلى 7000 يورو للفرد الواحد في حالة شرائه سيارة وذلك لدفع هذا القطاع ومحاولة بيع السيارات التي سبله في مخازن الشركة رونو أكثر من 200 ألف سيارة في حالة ركود وحالة عدم بيع إذن الحكومة الفرنسية تقوم بتحفيز المشتري الفرنسي اللي فيه قطاع شراء سيارات رونو وهي سيارات قديقة للبيئة منها السيارات الكهربائية لكن هناك اهتمام خاص بالسيارات الكهربائية ما هو حجم الطلب أو كيف تقيم شهية الفرنسيين فيما يتعلق بشراء السيارات الكهربائية أعتقد أن الشعب الفرنسي هو أمام مشكلة ومعضلة وهي الخاصة بهذه المحصات التي تقوم بشحن هذه السيارات المتواجدة على الطرق وأعتقد أن الرئيس ماكرون طمأن الفرنسيين بأنه في إطار هذا العام وحتى قبل 2022 سيكون هناك محصات لتجليد هذه السيارات في الكهرباء منتشرة على كل جوانب الطرق التي تدواجد داخل الحدود الفرنسية أعتقد أن للحفاظ على البيئة الرئيس الفرنسي وحكوماته تحاول بس الفرنسيين لمشروع سيارات الكهربائية وليس فقط الفرنسيين بل الشركات الفرنسية التي تعمل في إطار الإنتاج الخاص بالعمال في هذا المجال وهو مجال السيارات الكهربائية أو نفس الكهربائية التي ستتحكم فيها دلوقتي كثير من الشركات الفرنسية والأوروبية خلد لعلك تبعت ما ذكرناه عن المسحة الذي أجرته شركة أرنست أنديانج بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهي تتوقع أن تكون فرنسا على رأس الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وهي تسبق في ذلك بريطانيا وألمانيا وهذا ربما على المستوى الأوروبي للمرة الأولى لماذا برأيك تسعد أو تزيد جاذبية فرنسا فيما بعد مرحلة كورونا؟ يعني الدولة الفرنسية في العادة بتحاول أن تكون على رأس استثماراتها أو تكون على رأس الاستثمارات الأوروبي وذلك بعد أن ظهر جليا أن فرنسا بتمر بصعوبات اقتصادية كبيرة ولكنها هي الحقيقة بتستخدم سياسة للحفاظ ليس فقط على اقتصادها بل اقتصاد الاتحاد الأوروبي بصفة عامة وهذا دعا الرئيس الفرنسي بالتحالف مع المستشارة الألمانية ميركل وأعتقد أن فرنسا بتحاول أن تطور من أدائها الاقتصادي وتدخل إلى هذا المجال وهذا السوء على وجه التحدي أشكرك شكرا جزيلا زميل خالد شقير مرسلنا من فرنسا شكرا جزيلا لك